انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب؟ من كل حاجة هو فيه اي فرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت اسمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني؟ دي اسيدي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استاذنا بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده؟ ايوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاق اختلافك سر تمييض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامج المراية انبالح كان موضوع حلقتنا عن مر التعلق وقد ايه ان احنا لما متعلق بشخص بيكون ده زي الادمان وانحنا لو ما حاولناش ان احنا نعود نفسي لان احنا نتخلص من التعلق ده ممكن ندخل في ازمات عاطفية او صدمات عاطفية ازاي نعالج الصدمات العاطفية دي؟ موضوع حلقتنا النهاردة بازن الله بس خلوني الاول افكركم بسؤال المسابقة ان شاء الله هيكون في اخر الحلقة في سؤال وهنجمع الاجابات وهنبعتها كلها في اخر الشهر الكريم اه وهيكون الجواز عبارة عن دورات جواز قيمة الحقيقة دورات مجانية واستشارات نفسية وكرنيات عضوية هتكون مقدمة بالاكاديمية الدولية لتطوير الزاق وان شاء الله برضو هيكون معانا لو حابين تستفسروا او تسألوا عن اي حاجة ان شاء الله بإذن الله في الحلقة في الارقام اللي هتبقى تنزل على الشاشة او على الصفحة الخاصة بالقناة او على الصفحة الخاصة بالبرنامج خليني دلوقتي ارحب برضو بالدكتورة اللي على طول تعبينها معانا ومنورانا على طول الدكتورة جهازتين استشاري نفسي واسري ومؤسس ومدير عامل اكاديمية الدولية لتطوير الزاق اشكرك الله يا ربنا يجعلني دفاة خفيفة عصلا ما بتخليفش معانا اتمنى نكون دفاة خفيفة بس والناس تخبالني يعني اشكرك اشكرك جدا طب دلوقتي احنا نبتدي الاول عايز اسأل حضرتك هو التعلق هو سبب الجرح العطفي التعلق بس لا طبعا هو مش التعلق بس او هو التعلق نتكلم بس في جزئية مهمة جدا هي الصدمات العطفيها اصلا عشان كل الناس بالنهاردة متجننة ومتخيلنا الصدمات كلها رجل وست صدمت في حبيبها واحدة صدمت في حبيبته او زوجته او الكلام ده كله لكن الصدمات العطفيها ممكن تبقى من صديق ممكن تبقى من جار ممكن تكون زميل عمل عيشنا معا سنين مثلا في العمل وفي بنا عشرة واكلنا عشو ملح وفجئنا بالطعنة جات منه هو تبقى قوية جدا برضو وممكن تكون من ابن ربنا يعافينا عاق العم تصدم في ابنها ممكن من اكتر واسوأ الحاجات اللي جاتلي في التليفونات يعني بنت او ابن تصدم ان امه على علاقة بواحد غير ابوها وسامع مكلمات او شاف ماشات دي كانت صدمات شديدة جدا يعني كل دي اسمها صدمات عطفيها لان كل دول يتعلقوا باهليهم يعني اللي تعلق بامه اللي تعلقت بابنها اللي تعلقت بزوجها اللي تعلقت بحبيبها حتى او اي شيء المهم العاطفة مش مكتصر على الزوج او الحبيب مش مكتصر على كلام ده لا مكتصر على كل الاشخاص اللي حوالينا فهيئة كلها تعتبر بالنسبة كبيرة مرتبطة بالتعلق ومرتبطة بتعليه بتعليه سقف التوقعات يعني انا معليه سقف توقعي فيك اوي فبتصدم لو انا يعني حتى احتمال ولو بسيط انه ممكن تبعدي او تسيبيني او متكمليش او يحصل منك اي حاجة هتواجع 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 بس وطق الصدمة هيبقى خف لكن المشكلة انه احنا بنعلي سقف التوقعات لمشكلة انه احنا لما بنحب قوي بنبقى مت هيقلنا ان شخص ده بتمقينه جميل في حاجة وجميل في كل حاجة ومش ممكن يعمل اي حاجة ومش ممكن يجذب ومش ممكن يعني يعني ما بقى خلاص ثقتي فيه في عامية واحنا قولنا انه احنا حتى لو في ماركة ماركة موبايل مثلا ممكن تبقى عاملة موبايل حلوة لكن مش عاملة شاشات حلوة مثلا أو تلاجات وياسة فكل إنسان كده فإحنا لو بدأنا ندرك الجزئية دي هنظبط التعلق وبالتالي هيبقى واط أو نتيجة الصدمة خفيفة علينا لكن هي صدمة ما نسقش قوي ما نتعلقش قوي نعملها زيزايا؟ حلوة قوي نسقش قوي ما نتعلقش قوي تاني هنرجع داني ونفتكر إنه إحنا قلنا خلي قلبك في عقلك وخلي عقلك في قلبك أنا النهاردة كل اللي بقولولك حبي براحتك ما بقولكيش منع نفسك منك تحبي أمك ولا تحبي حد ولا حاجة بس تعرفي إن كل واحد خطاء يعني حتى لو أنا مثلا بسق في أمي إنها صادقة جدا ده مش معنى أنا بقولك كذبي أمك بس هي أمك بشر زي زي ممكن تكذب لأ ممكن تكذب يعني أنا بتكلم عموما يعني مش بتكلم على الخطأ اللي أنا قلته كحالة جاتلي لأ تكلم بواجهة عائمة يعني حتى لو الإبن شاف أمه بتكذب هيتصدم برضو لو هو مقتنع إن هي صادقة لو جادوا خبر مثلا بعد كده إنه كان فيه مشكلة هو متخيل إنه بيدافع عنها بمنتهى القلب يعني وفي الآخر اكتشف إنه هي كانت هي اللي مثلا عم وقعت دنيا مثلا مع عمته مثلا يعني هيتصدم برضو يعني هي برضو بس هي درجات درجات بقى على قدر حاجات كتيرة قدر ما كانت الشخص قدامي اللي أنا صدمت فيه على قدر ما أنا كنت معالية استقفل حد فين دي هتفرق عارفة كإني كنت طالعة السبب وقعت على جدور قابت حد يزقني فعلى قد بقى الارتفاع اللي أنت كنت فيه على قد يعني حجم الألم أو أستاذ ما اللي هتتصدين يعني لو إحنا حكمنا موضوع التعلق وموضوع الثقة ممكن نتجنب الصدمات دي أنا على الأقل على الأقل هنبقى مهيئين لها وهتبقى الواقع متدور الأول غير من الواقع متدور العاشرة هنخففها طبعا لكن هيبقى فيه صدمة لازم أصلي لازم لأن إحنا عادة لما بندخل قصة حب مع صديق أنا ببقى مخلصة لصديقة مثلا هلأ خليني أتخيل يعني إن هذا مش هتبدلني الصدق ده يعني الموضوع ده هيبقى بعيدة عن ذهن إلا إن أنا مش بقى ذيها فأنا مش هتخيل الاستحالة هتخيل الأزى يجي منها الناس اللي إحنا يعني للأسف يعني بنحسن إليهم وكتير جدا طلعوا المثل طبعا مثل خطأ اللي هو الطاق يشرب من أحسن طبعا الكلام ده غلط طبعا طبعا إحنا بالعكس أنا فيه ناس قاعدة تقولك خلاص يعني ابعد عن الناس اللي بتطلبك وقت الحاجة ولما بتحتاج لهم مش بتلاقيهم أنا كتبت علاقت عن الموضوع ده حتى على الفيس لأ أقرب من الناس اللي بتطلبك وقت الحاجة لأن ده ربنا اختارك أن أنت تكون مسخر ليهم علشان أنت تكون اليد العليا واليد العليا خير من اليد السفلة فإحنا النهاردة ده فضل من الله فقوع تمنع نفسك الفضل وقوع الشيطان يقولك ده عملت فيها خير وما تمرش هي مسؤولة هي مسؤولة لكن أنا ده فضل الله علي أن أنا الحمد لله أكتر حاجة أقولها الحمد لله أني مش أنا الغدارة مش أنا الندلة مش أنا قديدة الأصل الحمد لله أن أنا اللي تعمل في إيه ده علشان أكون أنا الأعلى واحتسب عملي عند الله برده ده نقطة مهمة طبعا يعني دايما أنا بحب أحتسب عملي عند الله طبعا أو اللي قدامي طرف بيه أو ما اعترفش بيه لا ده شيء طبيعي ده شيء طبيعي ما إحنا اتفقنا ما إحنا اتفقنا بس إحنا اللي بنتكلم فيه إنه الصدمة تيجير حتى لو إنتي محتسبة لأن إنتي مش بتتخيلي إن الأزه هيجي من إنتي عملاله خير أي يعني دي بتبقى بعيدة عن أزهرنا طيب فيه ناس بقى لما تتصدم بتفقد الثقة في اللي حواليها هل دي بتفرق من شخص التاني يعني أنا ممكن أفقد الثقة طولان ما يفقدش ولا بيبقى على حتى بيصطدمة بسي إحنا دلوقتي الأول لما بيحصل لنا زلزل بيبقى للزلزل توابع صح ولا لا طيب حضرتك حصل لك زلزل على قدرك قوة رختر بقى اللي حصلت لك يعني كانت الزلزل با كان في بني أدم هو عندك إيه فكانت القوت الصدمة حجمها دي إيه يعني كنت بكامره يختر بقى يعني بقى كان مكانته عالية أوي ده كان قريب وزوج أوي ده كان صديقة عزيزة أوي كان عشر كم سنة خمس سنين ولا عشر ولا عشرين ولا تلاتين سنة كل ده بيفرق فتلاقي قوت الدفع العالية جدا تلاقي قوت الدفع العالية جدا يعني ده معروفة يعني هترد لك بنفس القوة بنفس القوة فبالتالي هتخبط فيك يعني مهما مفيش حق قدامها غيرك طيب هتفضلي بقى تترجي انت فترة اللي هي التوابع بقى قد إيه هي في الفترة الغضحيك عليها اللي أنا هقعد مش واسقة في الناس فيها فترة لسه بترجعي لمرنتك لتزانك لأن أنا مخبوطة خطة جاندة عمالة ترجي ترجي ما بين أمرين شوية عاطفي شوية عقل شوية قلبه شوية عقل شوية اوتوماتيك اوتوماتيك عارفة المرجحة بتاع الزمان اللي هي الميزان دي اي واقع طيب لو أنا حضرتك قعدة وانتي لو افترضنا أن أنا قلب وانتي عقل مثلا يعني طبيعي جدا لو أنا قلبي بس هقع اي خلاص وهواقعك اي وهواقعك ولو أنا مشينا على عقل بس برضو هتقعي وتوقعيني يبقى المطلوب أن أنا أقف في السنتر أمسك قلب وعقل صح طيب أنا لما بحب حد قوي غالبا بتبقى نسبة القلب أعلى من العقل فبالتالي الصدمة بتبقى جديدة والواقعة بتبقى جامدة طيب اللي بيحصل اوتوماتيك إني بجري بسرعة على العقل وافضل بقى أي حد يطلبني هقول لا ده عزيزيك بعد الصدمة بعد الصدمة بجري على العقل يعني كي نفكر بقى مش هفكر لعنى كده مفكرش برضو لكده رفت العقل الواحده رحت رحت أرفض كل حاجة هقول لا على كل حاجة ما عملش خير لحد ما حبش حد عشان كده لو لقيت رفض من الناس اللي حواليك لقيت ناس عمالة تصدق لقيت ناس يعرف ترحميها شوي يعرف إن هي ممكن تكون مش جفاء هي ممكن تكون من شدة القلم عليها هي ظهرة القسوة دي فهتلاقي قسوة غير طبيعية حتى يعني هتلاقيها تيجي تقولها عايزة كذا لا بالراحة طيب بالراحة حتى طبقوني بالراحة في حديث عن الرسول بس ما هو تأخذ لصاحبك السبعين عذرة كان عشان كده لا ده دي قصة طبعا طبعا ده وين لم تجد ده وين لم تجد هو واحد وسبعين يعني برضو هتلاقي لازم هتلاقي ما هو دي الرحمة بقى تمام طبعا طيب فالنهار ده لما أنا أكون عندي الصدمة الشديدة دي حتى دي أحصل لي عدم اتزان أكيد ده لازم والفترة بس الفترة قد إيه بقى دي راجع بقى هنا دي فترة العلاج اللي احنا بنتكلم فيها آه وانا دائما نقول في الجزئية دي حاجة لو تخيالي معايا حضرتك ان انتي ماشي في الشارع انتي وكم حد من أصحابك مثلا وفجأة حسيتي ان في حد زائيك وقعك هالأرض وانتي متأكدة ان هو حد منهم المطلوب دلوقتي انتي أكيد هتتقلمي طبعا الآلم الوقعة وآلم وآلم هي وقعها جات من مين والصدمة ان ازايد عمل كده وهيرجعلك فلاش بيك بكل ذكراتك مع البني آدم ده بكل حلو ومروا من الحاجات اللي عشتها حلوة مع بعض أو اللي عملتوها سوا كل حاجة هترجع وهتفضل يوقع انا بقول كلمة واحدة هتقع في الارض هتريحي وتنامي وتسيبي اللي ماشي يدوس عليك ولا لازم تقف لازم تقف تقف وتصدي طيب في الفترة بقى اللي انتي وقع فيها على الارض من فضلك لانك مش هتقدر تقومي تقف انت دستة جسمك واجعك من الوقعة صحيح انا وقد طلبه منك حاجة واحدة بعودي فكر ازاي تقف يعني مش لازم تقومي مرة واحدة انتي مش هتقدر احيانا بترقد يعني بتخلي فعلا بترقد يعني فمو كنت تجيب مرض فعلا طبع فكل الطلبة منك بدل ما تقعد تبكي على الهبن المسكوب وتقعد تقولي دا كان وكنا وكان وحصل ويا وازاي وكلام دا اوكي فكر اريف دا شوية عايطي حده انا عايط منك بجد خلي بالك لا انا مسكي نفسي انا مسكي نفسي انا مسكي نفسي لان احنا كلنا مرنا في دا تقريبا يعني فابكي شوية مع نفسك اه ازاي عمله كده وازاي باعه العشرة وازاي حصل وازاي ما تمرش وازاي اقولي اللي نفسك فيه لازم تبكي مع نفسك لازم تعملي دا دي حاجة صحية صحية جدا طبعا لانه لو كتمت ما نعرفش يحصل ايه يعني ممكن يجي سكر يجي ضغط يجي امرات تانية كتير يعني طيب فانتي اعملي كل دا بس بعد بتنشي في دموعك عادي يفكر زي اقوم لو انا اللي خبتك جاية الوقع جاية في رجلي اقومي على ايدك اقومي على رجلك التانية اصنادي على اي حاجة جانبك المهم اقوم وما تستنيش حد يقوم يعني انا معلش يعني برضو وضحي انا كده كده هي صدمة لكل اعم انما صدمة يعني عايزة تتعالج الصدمة دي لو انا عايزة علاجها اقول انها عايزة علاجها بعد شهر مثلا لو فضلت شهر مش قادرة اقوم يبقى انا كده عايزة تعالج اه تل ولا بتفلق من شخصي شخص من رنجد رنجد ثلاثة شهور ست شهور ده خلنا في اكتئاب حد وازبح مرضي ولازم طبيب لو طولت طبعا يعني ست شهور ده خلاص اكتئاب يعني في احنا المفروض من منصبهاش تطول قوي اه تمام له هزي كمان حاجة ان ما كانت الصداقة بتفرق وطريقة الصدمة يعني مثلا في واحدة اه اتصدمت ان زوجها خنها خلاص دي صدمة شديدة طبعا المصيبة تلاقيها بتتكلم تقولك ايه انا مصيبتي مش خني بس بخني مع مين مع صادقتي يا صباح مثلا فتلاقيها كأنها 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 قبل خيانته هي مش قبلها اه هي هانت عليها هي هانت عليها لان لان تقولك هي هو خني مع اي واحدة تخني مع صادقة العمر مثلا ايه وصادقتي ايه اللي انا بحكي لها اسراري وانه شرعا حتى ما ينفعش ولا الصديقة ولا الصديقة تعرف خصوصيات العلاقة الزوجية والله ولا الاخت ولا الاخت طبعا طبعا ولا الاخت واختي لا خصوصياتها لأ ما بيحصلش انه من الحكاوي بس واحد يحبه اخت مراته من الكلام بس اه انت ممكن تخليه حبه لو مش شايفها عارف اختي بتعمل كذا عارف اكلها حلوة قوي عارف دي مثلا يعني ايه دي عملت مع جزء هالشي كزا طب هو يبقى متدقى من شخصيتك في النقطة دي طيب فالموضيه خطيرة هنطلع فاصل باقي بسهل الفاصل وانا مجد كده تصدق طيب حاجة نطلع فاصل ونرجع كده تصدق انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتع البساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاك اختلافك سر تمييدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا اي حاجة خالص الدنيا دي طبيعية جدا 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 واي حد ممكن صدم ومش لانك فشلة ولا لانك خلي بالك انها يرودك كمان احسيس كتير يا طرى انا ما استحقش عدم الثقة ده احسس عدم الثقة ده مش عدم ده انهضار هاد مصق يا طرى انا اصطرت اه طبعا هجيلك بس هجيلي خناءة خناءة داخلية سراعة سراعة داخلية ما بين اننا هم الوحشين ولا انا الوحش يعني انا اللي مستهلش بقى ان انا كنت كده طب ليه اعملوا في ايه كده طب ليه يعني انا عملت غلط مثلا اه انا كان ياجي بعمل وحتى الموازين الصحيحة عندك هتختل يعني حتى الصح اللي انت كنت بتعمليها تشك ان هو ما كانش صح بس خلينا نقول اول نقطة خلاص انا وقعت وخلاص اتقلمت وما بقولكيش متعيش ما بقولكيش متتقلميش ما بقولكيش متبكيش ابكي وزي ما انت عايزة بس خدي وقتك متسلميش لوقتك اه متسبيهاش كده يعني خلي زي ما اتفقنا التفكير يكون ايجابي ما يكونش التفكير كله ان انا عمالة ابكي على حاجات مشاعر انتهت وهي انتهت زي بالزبط بالزبط حد ميت فجأة كده كنت بتكلمي وتقالك جهان ميت الله دي كانت لسه قاعدة معايا هي أشبه بذلك يعني هو حركة الغدر بتيجي كده والله كانها خبر الموت لأنه كان لسه مبارح بيكلمني يعني نفس الشبه ده بالعكس مع الموت أنا دايما أقول مع الموت بتنزل من ربنا سبحان الله يعني بتنزل سكينة وصبر كده ربنا بيعين لأن الخبر من عند الله سبحانه وتعالى وأنه أنا أعظم المصائب لكن لما بتجي من البشر بتبقى ممكن تعمل حالة هسترية يعني طيب في نقطة كمان عشان أنا نفسي أنصح بها الجميع دعاء اللي احنا بنقوله عند الموت اللي هو إن الله وإن الله يرجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها هو تفتكر عند الموت بس ده كلام خاطئ يعني هو لازين يقيز إصابته مصيبة أي مصيبة ووطأها عليكي وواحد خسر ماله مرة واحدة كده حصل دروب في شركته في خسر كل حاجة رجع بيته لقى بيته متهد لقى أسلته ماتت دي صدمات شديدة بس الفكرة مش هي موت بس مش هي موت بس كل حاجة في الدنيا لها عمر تعرف أنه حتى الآنية لو تكسرت تقولي إن الله وإن الله رجعون فالنهاردة أول حاجة تعرف أنها لها عمر لا ما هي ماتت في ربنا يعني هي انتهت عمراء على إنه لأن ربنا سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لليه الواحد الخفار يعني ربنا سبحانه وتعالى كل شيء هيموت كل شيء هيمتهي ما فيش جبال ما فيش أرض ما فيش سماء ما فيش بلائكة ما فيش جن الموت هيموت الموت هيموت فالموضوع يعني خلاص منتهي طيب لما نيجي نقول إن لله أول ما تصدمي صدمة دي نصيحة على فكرة إنك هتستعيني بها على الصبر وإنما الصبر عند الصدمة الأولى إن الله وإن الله يراجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دعاء أكثر من رأي أحسن مرة هيديك القوة خلاص بقى أجرني أنت تمنت إن ربنا لازم هيعوضك عوضني يا ربنا إن أمر انتهى وإن ده اللي ما يستهلكيش إن الشخص اللي عمل كده ما يستهلكيش وبعد دعوة المظلوم كمان ده رقم واحد رقم واحد تمسكي بالدعاء رقم واحد ده حياة تدوم لنا الخطوات رقم واحد أول نزول الصدمة استرجعي استرجعي إن اللي لونا لا رجعون والله ما أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ده رقم واحد عشان ربنا يعينك وإديك القوة عياتي بعد كده فكي مع نفسك ما فيش مشكلة خالص فكي مع حد ده من نقطة مهمة جدا التعبير عن الجرح ده من نقاط الهامة جدا أكتر الناس طولوا في الألام ودخلوا في حالات الاكتئاب هم الناس ما بتتكلمش طب واللي بتتكلم كتير يعني بتحكي كتير عن الجرح مش ده كده بفكر نفسي بي بصي هو دي هتبقى لو سمناه حالة هستريدة موضوع تاني يعني في درجات يعني في درجة طبيعة وبيئة شخصية معينة متعودوا على الرغي ويعودوا يعيدوا ويزيدوا كل شوية ويفضلوا يتكلموا عشرين سنة في اللي حصل معنا اطلقت مش عارفة من جوزها ازاي ده قصة بقى يعني دي فيه طبيعة وما هي مش تعبانة اساسا يعني أو تعبانة بس عايزة ترغي عايزة ترغي ايوة لكن وهتلاقيها وقفة يعني مش هي دي اللي هتبقى الأزمة معها إلا إذا هي بتدت تقول أنا عايزة أتعالج من الرغي ومن اللي أنا عنيته لكن في معادة ذلك هي مش هتلاقي تعبانة زي اللي سكتها خالص طيب اللي بقى هسترية دي موضوع تاني ده موضوع تاني يعني صح إن أنا أقوله وتكلم مع حد يكون قريب مني حد قريب ملكيش حد قريب هنا بقى تيجي للاستشاري تتكلمي معي حد متخصص عشان ما حدش يتوهك ولا يوديك سكة تانية تروحي لحد قريب منك ثقة وتكوني وثقة مش بس في إنه أمين للسر يكون تاهم آه رفع لي كيك تكوني وثقة إنه هو هيكون محايد ومدرك وواعي للأمور يعني ممكن يقولي كلمة تغرقني أو تغللني طبعا طبعا وممكن يولعك أكتر وهو مش قاصد وممكن قاصد وممكن قاصد ما إحنا لسه طالعين من صدمة مش هنقفل بعدها طيب أنا أعتقد إنه ممكن يبقى مش قاصد حتى لو حد سكة بس هو فعلا ممكن يلميلك كلمة تولعك بصي هقولك حالا حاجة في بعض الحاجات حصلت معي كانت نوع من أنواع برضو استقضبات في الناس بس ربنا أراد يعني هو أنت بتستعيني بالله كل حاجة بس سبحان الله بقى بتيجي تتكلمي مع حد ودي حصلت معي ويمكن لو حد شايفني من الناس اللي عارفيني هيعرفها أنها بقول إياه أعتقد بكلم مع حد على حد حد حصل معي فهما وقعوا بكلمة بمنتهى الطيبة فأنا جات لي صدمة تانية على الصدمة بس هي كانت صدمة أخف لأن انت خلاص خدت صدمة كبيرة في الشخصية فبقى متقبلة أي حاجة لأ مش متقبلة هي كانت مفاجأة يعني أخذت شوية لأ هي كانت مفاجأة لأنها كانت حاجة أثناء التعامل فإيه دا يعني فحسنت ساعتها إيه أو شفت الموضوع إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بعت لي المعلومة دي في التوقيت ده عشان أستقوى أكتر لكن لو كانت جات لي مع الصدمة أنا كنت ممكن أن أموت فيها دا شيء طبيعي لأن انت النهاردة لما بتتصدمة بني آدم انت لست مش مستوعبة فصعب إن ربنا سبحانه من فضله عليك ورحمته مش هديكي كل البلاو الزرق اللي كان أعملها يعني هتعرفيهم بعدين فكل ما هتعرفيهم هتقولي لأ ده أنا ما كنتش غلطانة لا ده أنا أنا كنت فاكرة إن أنا الغلط علي لا ده أنا طلعت صح فاهم أصلي فهتجيرك الرسائل من الناس وتبتدي برضو تبتوعيب إن ربنا أنقذت منهم طبعا طبعا ده لازم طيب هنقول بس نقطة مهمة بعد ما أنا خلاص بعمل الخطوة الأولى دي بدخل بقى على فكرة إن أنا لازم أول حاجة إن أنا عامل عملية التقبل والإدراك إن أنا أتقبل إن فلان مات أتقبل إن فلان ما بقاش في حياتي أتقبل إن أنا خلاص يعني أنا إن أنا مش هفرض نفسي على حد أتقبل إنه هو غادر وأنا ما ينفعش أتعامل مع غادر يعني في عندي ميت حاجة أتقبل بيها الوضع وأشوف شخصيتي تقبله إزاي دخلت في الإدراك وأعملت خلاص عن موضوع التعبير عنه وعبرت عنه مع حد زي ما قولنا أبتدي أعمل عملية تعويض لنفسي بقى أبتدي أشوف نعم ربنا ويبص في نفسي وأشوف ربنا مديني إيه تانية حاجات تانية وإنه خير جدا إنه خرج من حياتي في التوقيت ده تعويض عن نفسي بمعنى أشغل نفسي بحاجة تانية ولا أشوف فيه إيه تانية عندي كويس أشوف الأول إن ربنا عوضني بإيه بالحاجات اللي ربنا عوضني بيها يعني أكيد ربنا كان بعيد لحاجة بأكيد أنا عايشة في نعم أصلا يعني كمان فيه أكيد حاجة يا أستاذة يا ناس إحنا عايشين في نعم والله بس إحنا بنركز على النصائل إحنا عايشين في نعم اللي نتقلب في نعم اللي فبس ركز عن نعم شوية نقطة تانية بقى عايزين بعد إذنكم نبعث ننزل صورة كده اللي أنا مديها لكم على العشاشة نعم ممكن نتقلب يا جماعة بعد إذنكم آه دي أهم نقطة في الموضوع يعني اللي هي غير منظورك اختلاف الزاوية اختلاف الزاوية اختلاف الزاوية اوكي غير منظورك آه للمشكلة أو لللي حصل ايه تمام هنا بصي حضرتك هتلاقي إيه عندك حرف M من ناحية حرف T من تحتك إنه H من اتجاهك أنت I آه أيها يعني هو من ناحية T أنا H من ناحيتك I تمام من ناحية تانية T من ناحية هنا M أي أيها يبقى هنا أربع زاوية يعني أنت شايفها حاجة واحدة بس إحنا لو إفنا في كل اتجاهة أو كل واحد شايفه بالناحية هيشوف حرف مختلف تمام طب ده معنى إيه معنى إيه معنى أن حضرتك أنت النهار ده تصدمت في إيه ناس مثلا عشان عملت فيها حاجة كبيرة وربما أتهمها بأنها خينة أو غدارة أو كذا أو كذا لكن أنا ما شفتش الوجهة اللي خاصة بإيه ناس وما شفتش نفسي يعني ممكن أكون أنا المخطئة أنا اللي وجعتها فاضطرت هي توجعني وأنا مش واخد بالي يعني ممكن أكون أهنتك وأنا مش مركزة مثلا فأنت عملت دلوقتي الأكشن أشهد فأنا ما شفتش غير صدمتي فيكي لكن ما شفتش أن أنا أساسا بمعنى أبرر للعمل كده عشان متاح؟ لا برغو عليك أنا أنا مبسوطة والله بالكلام ده لأنه هي القضية مش قضية تبرير قضية تشوفي الموضوع بإنصاف شوفيه من كل الزدوية لفي على الترابيزة كده لفي شوفيها من هنا ومن هنا ومن هنا من هنا شكلها حاجة هل تشوفين غلطاتي برضا عشان ما تكررهاش؟ شوفيها بكل حاجة ربما تكوني أنت في جانب مختلف مش عشان ما تكررهاش بس أو مش عشان تدفع عنه أو مش عشان ترجع لا علشان أنا أهدأ أنا أهدأ أنا لازم أهدأ وأنا أكيد ما كنتش مية في المية يعني بيرفكت والقدامي ده هو الضارة برضو يعني أنا برضو مش ملاك وهو شطان أنا أكيد عملت حاجة كان في حاجة معينة ما كنت مؤثرة فيها جرحته من غير مقصد فترتب على ده أنه هو خلاص جاب آخره يعني من شيء معين أي كان فهبتدي أغير المنظور بتاع رؤيتي للمشكلة أو رؤيتي للحدث بحيث أن أنا ده هيفرق معي كتير جدا في قوتي ووقفتي مرة تانية علشان أرجع لطبيعتي هنا بقى نرجع بالجزئة لحضر قلتيها اللي هي بقى بتاعت التوجيه أعاد التوجيه إن أنا بقى أبتدي بعد ما كانت حياتي كلها الإنسان ده لأ ده أنا عندي شغلي وعندي دراستي وبقى النعم كان مرة سمعت برنامج من البرامج يعني بدون ذكر أسامي أنا لاحظت واحدة يعني منوزعين يعني بتقول إيه والله يا جماعة كل اللي اتطلقوا هم النكحين كل ما تلاقيها أجمل كل ما تلاقيها أجمل تعرف أنها اتطلق طيب لا طب لا هو ممكن يكون شارك مش مشكلة بس ده نوع من التعويض والتوجيه اللي أنا كنت حياتي بني آدم معين عايشاله هو كان منكد علي وكان عامل فيي وزي ما قلنا في التعلق كان بيأزيني وأنا متحملة فطبيعي ملامحي كانت حتى لو أنت مكيجة ملامحي مش حلوة حتى لو أنا سبت شغلي عشانه الأستاذة اللي مبارحة بتقول عايزة تعليم عايزة كذا والحاجات دي كلها طب أنا سبت حياتي علشانه طبيعي جدا فلما تداني الصدمة كان لازم أقف أقوى بقى يعني فهعمل عملية تعويض وتوجيه هبتدي أنزل شوف دراستي هشوف شغلي هشوف بقى مظهري معناها خلاص بقيت فضية في حتة معينة مش موضوع أنها هي بقيت أجمل لأنها من غير راجل على الجماعة الراجل الزوج نعمة طبعا هي استقود بس أيوة هي عوضت هي بتحاول تنفس يعني لكن هو الزوج نعمة كبيرة والزوجة نعمة كبيرة جدا الترياقة اللي بتنزل على الفيس على الأزواج والزوجات والهزار السخيف والماسخ على الحاجات دي كلها أنا صراحة ضد كل الكلام ده بالكلية يعني دي نعم نعم عارفة بالضبط كأنك جبتي رغيف عيش طبق لحمة في بيتك ورامتي في الأرض ودستي عليه ده الزوج نعمة أعظم طبعا طبعا كل دي نعم فإحنا نعم نفعش إنها نستهين ديها للدرجات طيب النقطة اللي بعد كده وآخر حاجة هي عملية إنك تحاولي تصفحي لأن أنت لما تعملي عملية الرؤية من كذا زاوية هتبتدي تتهدي على الشخص مش هت ربما تسامحي على فكرة يعني ربما لما تقع في وقفة صح ربما تلاقي نفسك قلبك رائلي هو أنا ممكن مش هتامح بس ممكن أنسى تنسى أه بس أقصد ممكن تصفحي لأنه إنت لو شفت الموضوع من أكثر من زاوية لو كنا ورس منصفين والله إحنا مش منصفين يا ناس يعني كلنا عايزين حقنا عايزين اللي لدينا مش عايزين اللي علينا فاهمة قصدي معلش أنا نفس الموقف اللي بزعل منك فيه ما بقبلش غيرك يعملوا فيي طب شمعني صحيح يعني أجي أقولك طب أنت تقبلها على نفسك تقولك آه وطاعت آوح وتجدل وبعدين لما تعمل فيها تعمل أبشع من اللي أنت عملتي طيب يبقى إحنا مش منصفين يبقى ربما تصفحي لما تشوفي الموضوع من الزاوية الأخر يعني كان من ضمن الحاجات كان في واحدة من الناس الجميلة اللي عرفتها في حياتي الصراحة كان زوجها جيت تزوج واحدة كانت بتدخل بيتهم يعني مش صديقتها بس كان بتوصل ولادها فالجميل اللي كان حاصل قالت لي أنا ما لومهاش هي واحدة محتاجة تتزوج وجالها عريس أنا لومه هو هي مش بتبرلها هي شايفة يعني شايفة أن الغلط من زوجها من زوجها أنا حزبه هو زوجي دي أنا فكريت يتجوز واحدة تانية غيري لكن هي زنبها إيه إن واحد جاي لها يعني واحدة مطلقة مثلا أو كانت أيا كان يعني وضعها طب جالها عريس والزواج والزواج التاني مثلا شارع أو كذا فجالها عريس طب أنا ظلمها هي ليه يعني زوجي زي أي راجل أجي لها لكن أنا أحزبه أبتدي أتكلم معه هو فعلقتي بيه إنت ليه عملك معي أنا كده ده كان منتهى الإنصاف منتهى التفكير الراقل هما الاثنين غلطانية بردو بقدم دخلت بيتها بسيح حبيبتي زي ما تقول لا هي مش دخل بس بس ما كانتش صديقة ما كانتش صديقة فخلاص هنفترض أن أشافها وحب يتجاوز خلاص دي مش قضيتي بس أقصد هنا يعني هي يعني جايب اللهم على زوجها أنا أكلمك في الرؤية في الرؤية المنصفة الرؤية المنصفة الرؤية اللي أنا عندي فيها رحمة بالآخرين يعني رغم أنك واجعتني بس والله عندها حق أنا برضو كنت سخيفة مع إيه ناس عارفة حتة دي أيو مين بيعمل كده بقى أيو مين بيعمل كده المحترمين والله يعني أنت لما تيجي تعملي حاجة معي أنا بزعل طبيعي لكن المحترم زي ما أنت قلت واللي عنده العدل يعرف العدل هيقول إيه ما بصراحه ما أنا فرستها يعني قبلها ما وضع عنه معلش ده لو حد ده لو حد بيفكر بشكل صحيح صحيح غير كده آآ لا بتلاقي حاجات تانية كتير فنقطة العلاج مهمة جداً عليه المراحل دي كل ما تأثري وتقومي وتتعالجي الفترة وتخليها أخاف كل ما هيكون وقفتك أقوى وأشد وهتلاقي نفسك ضد الصدوات ضد الصدوات طب نرجعهم تاني نرجعهم تاني أول حاجة التقبل والإدرات طبعاً أول حاجة الذكر أول حاجة نزول أول حاجة هقول إن الله والإنها هراجع جداً مهمة جداً والتقبل والإدرات التعبير عن المشكلة مع أي شخص لازم تطلعي اللي بواكي أتكلم مع حد وثقة فيه هالثقة أو استشاري عشان يعرف يرد عليها تواسي نفسك وتتعوضيها بإنك تعرفي نعم الله عليك سبحانه وتعالى قد إيه والمنظور تغيري منظور الرؤية للمشكلة تشوفيها من تجاهها آخر والتوجيه إنك أنت تعيدي توجيه حياتك بعد ما كانت بتصب الهدف على شخص واحد تبتدي تعرفي إنه عندك أهدف كتير عندك بيتك وعندك ولادك وعندك أصدقائك وعندك زوجك يعني هي الحياة مش وقفة على الصديق وعلى زوج لأ حياتك فيها حاجات كتير إحنا عايزين نحفظ الخمس فترة والصفحة إن شاء الله إن شاء الله حقيقة عايزة تنويها عن حاجة تنويها عليها وبعد كده نطلع فاصل كنت عايزة تنويها عن حاجة في الربع الأخير من الحلقة على إيه بالتصالات موضوع لتصالات لأ ما خلاص بقى ما إحنا إن شاء الله نقدر نفتح التصالات يعني تقدروا لو في أي حد لأننا حتى في ناس بترنم هنا عندك طيب إحنا إن شاء الله هنفتح الاتصالات من دلوقتي بالربع الأخير من الحلقة وهنستنى اتصالاتكم واستفساراتكم بس بعد الفاض استنينكم وبعد رغفة أي حاجة أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من إيه طيب من كل حاجة هو فيه إيه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب إهدى بس واسبها على الله خلاص أنا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا أنا مش عاوز أتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة أنت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل أنت سمعت عن دكتورة جيهن مين دي عندك دي أسي دي استشاري أسري ونفسي أنت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس أنت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ أيوة أنت خسرا إيه؟ وأنا متأكد أنك مش هتفكر في الانتحار تاني أصل عمر الانتحار ما كان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزاف اختلافك سريت الميودة أهلا بكم مرة تانية ورجعنا لكم تاني وفتحنا الاتصالات دلوقتي لو أي حد عايز يستفسر طب معنا نادية من الجيزة أهلا يا نادية أهلا 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 الأول أسهر الزمام الجميل جدا وآآ وآآ فعلا مفيد الحمد لله الحمد لله آآ الحمد لله وكنا بنطلق بقى أنتوا على طول يبقى الزمام المستمر رمضان بس إن شاء الله لأ إن شاء الله بإذن الله هنكمل معاكم بعد رمضان بإذن الله إن شاء الله وآآ يعني لي سؤال بقى عايزة أسأل أختصر عن الدكتورة مقدرة إليها علاقة بالتربية في الأدناء أو التربية يعني لأ معلش يوضحي لي السؤال التاني يعني ليها علاقة الصدمة العسفية بتربية الأدناء يعني بتتأثر بتربية الأدناء آآ يعني بيبقى فيه كل طفل دي تربية معينة هل بتجيب تأثر في كبر بقى في الصدمة بتأثر يعني طريقة التربية بتأثر في أخذين إن هي ممكن تعرضها للصدمة يعني ممكن تعرضها للصدمة صح؟ صح؟ أيوة تمام تمام حاضر هجاوب الدكتورة هجاوب حيك مستيل انت صالك جدا تفضل طيب هي سؤالها جميل أنا فهمته أنا فهمته هي عايزة تقول يعني اللي هو بقى اللي إحنا بنقوله إن أول ما أنا بتصدم ببتدي أقوله وأنا كنت غلط فهي لو تصدمت في الأبن ربنا عافيها يعني وعافيه لكل تصدمت في الأبن أو البنت حتى أنا فسأل بتقوله وإن أنا ربيت غلط ما ده شيء طبيعي يعني بس أنا مفهمش السؤال كده بس حريك تمام يعني هتقوليه فهمتي أنا فهمت إن هي طريقة تربيتها بتأثر على الصدمة اللي بيتلقوها يعني أنا مثلا آه يا أصدقاء على الأثر ده على الأبناء أنا فهمت كده ما فحيت تجاوبي على الاتنين بقى مفيش مشكلة إحنا هنتكلم في الاتنين أول حاجة إن أنا طبيعي لازم هتطقي اللي في تربيت أبنائي مبدئيا يعني مثلا كان فيه ناس بتربي ابنها على الندالة مع الناس عادي هي شايفة إن ما تخدمش حد ما تشيلش للحد ما تسعيدش حد عادي خايفة على ابنها مثلا يشيل كيلو تماطب لحد خلص أو أوليها حتى تيجي بقى كبرت وعجزت إيه هو مش راضي شيلها حاجة بل الزرع بتتصدم ليه بقى حضرتك ما أنت ربتيه يعني أنت زرعتها فأخصد هنا ده اللي قصدي عليك دي جزئة اللي أنا قصدي عليها طبعا لو أنت غرست الخير هتجي دي خير صحيح الساعات بيطلع ابن مثلا بر الموضوع أو غير ممكن يكون ليه بقى زي ما اتفقنا للمبارح لما كنا بنقول الزوج والزوجة على صراع دايما أصلا في اختلاف طريقة التربية ده بيقول له كذبه وماله وإجزب قول مش موجود والتانية بتقول له يا ابن الكذبه حرام فطبيعي هيجي ابن بقى ماشي ورى ماما وابن التاني واشي ورى بابا والدنيا هنا ممكن تحصل حتت بقى أن أنت تتجنب الصدمة دي من أولادك أن أنت اللي تبقي وعية للأبعاد فتزبطيها من البداية يعني أن أنت تبقي متخيلا أن ده لا أنا لو عدت له موضوع الكذبه ومش هيعدي يعني ورد يعمل في أبلاؤي سودا ما هو الكذب ده أبشع عصيفة وهكذا لو على سؤال حضرتك أو زي ما حضرتك فيه يعني هل هي طريقة تربيتها طريقة تربيتها ساعد أبنها أو بنتها أنهم يتلقوا الصدمات أو طبعا أنه خلي بالك من النقطة رقم واحد للأبناء الأم طبعا هي مصدر الثقة وإن كانت كذبة بيصدق منها كل شيء أكيد هيصدق منها وهي الباور اللي عالي جدا للأولاد فنهاردة لو أولادي أخدوا صدمة وانت خدتيهم احتويتيهم وهو انت كنت صديقة أصلا هم أصلا حكولك على الصدمة ده معنا أنه يبتدوا يطلعوا يعني ينفذوا المراحل معاك طريقة التعبير لأنه نختار إن أمه هو اللي عبر معي بقى أنت كده تربيتك ماشي صح طبعا يبقى هنا ما تجنيش أنت بقى اللوم ما تجيش أنت تكملي على بقيته ويطلعوا ما أنت يا ما كنت بقول لك ما أنا كنت رفضك الجوازة دي ما أنت ياهو شفتي جرالك لا ما نكملش اللوم لأن القدامك مستوي يعني خلاص مش ناقص آآ ما تجيش تقول لها ما أنا كنت بقول لك ما تكلمش صاحباتك دي طبعا عليش ناخد اتصال عشان هيقطع أي وصارة معايا السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام دكتور أنا عارضي عرف رب بنتي ازاي ربنا ازاي يعني عندي بنتي عن تسعة شهور ربنا يباريك ربنا يباريك هقولك أنت تتبعي معنا البرنامج لحد ما تكبر دي ندخل بقى في ايه في حلقة التربية يعني الموضوع ده نعملك حلقة إن شاء الله نعمل حلقة عن التربية تمام؟ تمام عسك ده موضوع كبير يعني استحالة نتكلم بقى لك يا دكتورة تفدلي بقى لك احنا عندنا طفل عنده ثلاث سنين بس ما بيتكلمش وبيعني تستنع قدامي لكل فون نعمل معاه ايه طيب برضو أسئلتك كلها دخل طيب دخل في التربية بره الموضوع خاصة بعدين ممكن تبقى لازم تشوف حد متخصص بردو حد متخصص طابعينا وعنجواب بردو نتابعه نقول لها شكرا لك حدانك شكرا لك يا صاح نقول لها تعمليه ممكن تتصل على الأرقام اللي على الشاشة خاصة بالأكديمية وقلوك تعملي ايه أو تتواصلي معنا إن شاء الله بإذن الله تمام كنا وقفنا عند ايه عند السؤال اللي كنت بياخد تربية فأنا كنت بقول إن أنا لو ابني أو بنتي جمي يجروا على الأم يبقى أنا دي رقم واحد عرفت منها إنها ربية صح ده رقم واحد بس من فضلك بقى بوزيش بقى ما يبقى شعبالنا طرطة وده لأنا عليها تراب يعني خلاص الحمد لله اللي أنا جودي ما يدخلش هنا دور التقنيب اللي هو بتاعي إن أنا كنت بحذرك كنت بنبهك ما بتسمعيش كلام لأنا احتوي الأول وبعدين قولي لها أنا كنت بحذرك عشان تبتسمعي كلام وما وكلام ده بس لما تكون هي أورادي وقفت وتمسكت وتمسكت لكن طبعا احتوي الموقف تربيتك طبعا هتأثر في الصدمات إزاي إن كنتي هتربي من البداية على فكرة إن أنا إزاي أعتمد على الله فقط وأكون عزيزة النفس وإن أنا ما أعتمدش على حد وإن أنا ما لجأش للأسليب الملتوية للوصول لأهدافي وإن أنا ما تنزلش عن مبادئ الحلال والحرام وعن أن الأكل الحلال وعن أني مش هقبل مثلا أعمل كذا ولا كذا ما تطنش ما تجذب ما تروح تقول كذا لعمك علشان يحصل كذا التربية دي طبعا بتؤثر طبعا بتؤثر طب ناخد ألفة فضل عيوة ألوف السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا أستاذ ألفة آآ مسكرة مدام هناك ودكتورة جان بالصراحة الحلقة جميرة اتكلمت قبل كده أول الحلقة والحلقة دي عاملة رد بفعل غير عادي أشكري الله يربيتك ربني أخلي حضرتك الله يخليك آآ دلوقتي ما كنا أب و أم بيميزوا طفل عن طفل والطفل التاني حيث الأولاني أنت كويس أنت حلو ومشكره فيه قدام الناس وكلام ده والطفل التاني متجنب ومفضوم حال ألاجو إيه ها تمام هيكفع عليك السؤال كده تمام آآ نحن كلمنا في الموضوع ده نصير حضرتك جدا أنا هنجاوب على سؤالك شكرا لاتصالك كلمنا في الموضوع ده في حلقة الثقة بالنفس وقلنا أنه من هدم الثقة ده أنا ما قارنش وعمل مقارنة بين الأبناء هي ياريت لو ما كانتش سمعت الحلقة ترجع تسمعها على اليوتيوب بس في نقطة هقولها لها لو سؤالك عنك أنت وانت عارفة الأب هو اللي بيميز أنت قلت الأب والأم لأ هو لازم يكون واحد بيعدل الميزان يعني لو الاتنين بيضمروا خلاص أنتوا بتضمروا الاتنين حرام كده بيضمروا الاتنين بيضمروا الاتنين هي تقولت اللي كده بتنفخوا واحد آآ آآ بتضمروا الاتنين لكن لو لو هو طرف أنا كأم مثلا شايفا بابا الولاد هو اللي بيعمل كده هعمل أنا في الجابهة التانية بس طبعا ده بيبقى موضوع خطير يعني موضوع بيبقى صعب يعني لأن الصعب أنك أنت يعني بتبذلي مجهود أكبر علشان تزوطي الابن اللي هو المهزوز وبعدين بالذات لو أب وأم هم كمان الغلطانين لا وحتى لو واحد بس يعني بيبقى الموضوع فيه صعوبة لأنه بيبقى ساعات كاره ده يعني يعني بيحتاج علاج نفسي آآ آآ بيحتاج علاج نفس كتير بلسات وكده آآ طبعا في سن معين يعني مثلا برضو لو سن مثلا أربع سنين حسب حالته كانت وصلة رأكشناتها إمتى وفين يعني هل يعني كان طفل نورمل مثلا في عدادي ولا عدواني ولا كان إيه لو عدى مراحل النورمل كلها وهو هادي والدنيا هادي ممكن يبقى كابت جواه بس ممكن ما نعرفش ده غير في سنوي ممكن نجي نعرفش ده غير في الجامعة آآ 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 ممكن ما نكتشفوش يعني حسب المرحلة اللي الأب أو الأم اكتشفوا آآ إن فيه بلوم عنده عنده خلل والحقيقة ساعتها ببدأ بعلاج الأب والأم بجد عشان هم اللي هيتعاملوا أيوة ناخد بس المكالمة أيوة أستاذ عادل أهلا وسهلا أهلا مرحب بيك كيف حالك بيبا تمام الحمد لله أستاذ عادل من أصول تفضل حقيقة آآ معايا يا دكتورة أنا بتزوج خاتل ذلك حرمة ايه تمام خاتل ذلك والحرمة الثانية عندها مرأس من أبوها عندك حقيقة الحرمة التانية ايه عندها أبوها يعني مرأس لأ عندها ورث يعني عندها ورثة عندها ورث من أبوها تمام تمام آآ آآ فأنا كلمت خاتل ذلك يا دكتورة راح أتبعت الورث من وراي ماذا لم تشوير آآ خاتل ذلك يا دكتورة فيه وراح تبعت بعت بعت تاني آآ هادي حرام ولا حلال طيب ممكن تخليك معاي سواني على التليفون تخليك معانا على التليفون هسألك سؤال مش هو ده مراسها اللي خاص بيها ولا دي في حاجة انت ليك فيها حاجة لا المرأة شغلها أنا مخطيش في حاجة بس هي رحت تبعت من وراي واشتريت لا هو مش حرام ولا حاجة هو مش حرام خالص بس انت ممكن يعني لو انت واخد على خطرك شوية انها عملت حاجة من وراك اه كلمها بود انت ليه عملت كده ما انت عارفش الدماغها لسه بنقول يعني ما عارفش اللي قدامي تصرف كده ليه لكن هو مش حرام الصراحة هو الحقيقة لانه مش مالك هو لو مالك هي مسؤولة تحافظ على مالك مسؤولة ان هي ما تصرفش في مالك بدون اذنك لكن بما انه مالها دي ممكن يبقى نوع من العتاب لكن مش حرام يعني مش حرام يعني ممكن تعاتبها فيه لكن مش حرام شكرا لحضرتك جدا شكريت الصراحة تمام كان في سؤال برضو جالي على الصفحة يا دكتورة حدي بيقول لي يعني انا عايز اتعلم اقول لا ازاي اتعلم اقول لا اه دي خلوة جدا برضو لانه دي احنا بنقولها للناس علشان برضو يعني تساعدهم شوية على التجنب بالصدمات او بمعنى ادق ليه بقى هتلاقي مثلا مثلا واحدة ما بتقولش لأ الحد ما تكسيفش حد خالص فييجي جوزة هيطلب طلب مامتها تطلب طلب اختها تطلب طلب الجران يطلبوا طلب كل الناس تقول حضر 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 فبالتالي ما تعملش حاجة لحد لانها فيش حاجة هتكتمل او بتعمل وتيجعنا نفسها ما هي بتيجي بس اقصد كونها بتيجي مفيش حاجة هتكمل يعني تلاقي كل الناس اللي حواليها بيتهموها بالتقصير اوه رغم ان هي اساسا ضغطت على نفسها علشان ترضي الجميع ترضي كل ايوه وفكرة ارضاء الجميع دي نظرية خاطئة من يوم في المية وديه سبت المصرية كده عاكم بحب ترضي الجميع مشكلة خطيرة بصراح مشكلة خطيرة يعني ممكن تبقى واحدة زوجها وده مثال بحب أتكلم فيه مم وده بيقلعينه متكرر يعني واحدة سايبة بيتها فصاحبتها اجرتها يعني تدخلتها تفتر معيها وده في البيوت اللي هي الناس بقى اللي هي العشرين زيادة فتلقاها تدخل تفتر معيها وهي ما تقول لهاش لا ولا اي حاجة ونفضلوا قاعدين وآكل وشرب ومتطلعين على أسرار البيوت ومتطلعين على الأكل والشرب ومتطلعين على شكل الحياة حاجة رهيبة وبعدين في الآخر معلش يعني تيجي لو خرجت يعني مشت الجرة دي تبقى مشت وزوجها خلاص على الباب ما عملت لهش أكل والبيت مش مقلوب وابتدي هو يعاني من الحاجات دي كلها ده غير الحرائق اللي بتحصل في البيت نتيجة الأسرار اللي طلعت كل ده بسبب ايه بقى هي ممكن تكون قاعدة أصلا بدأ من جرتها يعني هي مش مبسوطة ولا هي مش عايزة بتطيع زوجها بس مش عارفة تقول لها طب ناخد التصال معليش أيوا إسراء أيوا أهلني إسراء عليكم السلام أهلني إسراء اتفضلي سؤالك الدكتورة سماعيك اتفضلي طب بتصلي بينا تاني إسراء مستنيك فما بتعرفش تقول لأ طب إحنا لا أقولي لأ يعني كني قللت الزوق هنا مش بنقول قولي لأ يعني كني قللت الزوق يستخدمي حقك ولازم تعرفي إن حقك أبسط حقوقك إنه محدش يخش بيتك بدون إذنك أو طمعيد معينة يعني حتى يبقى ويا ستي لو مش عايزة أصلا أنا حرة برضو يعني هو شارعا وعلى فكرة تيجي تقولك طب أقول لها إيه بقى طب أنا مش عايزة أجذب لا يا ستي بتقول لها إيش حاجة برضو قولها عندي ظروف طب مانا ما عنديش ظروف ليه ما انت عايز ترتاحي ما ده ظروف ما ده ظروف يعني مش يعني كل الناس بقى بحسن ليه بقى تعوضوا الناس العشرية بتحديد يعني يقولوا كل حاجة أصلا إحنا رايحين الحتة الفلانية دلوقتي أصلا إحنا رايحين نشتري كذا أصلا إحنا نتفصح في كذا أصلا إحنا نجيب لبس العيد مثلا على الشيء دكتورة نقع كلمة حبيبة أهلا حبيبة دكتورة أهلا وسهلا دكتورة أنا جوزي ماناني أنا أعرف أهلي أعمل إيه معي أنا أكتشوفي أهلك طب تمام طب حليك اسمعينا بقى من التلفزيون من التلفزيون يا حبيبي تصدري شكرا أولا أولا هي لازم لها تعطي الزوج ده حتى في أهلها حتى في أي حد معليش بقى الستات اللي تزعى الرجالة طبعا هتسقف وتهيس لكن الرجالة هتزعى الستات هتزعى هي لابد لها أه كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عيبي ما بحفظ بقى أسامي الأشخاص قوي في التاريخ مش بحفظ قوي بس كان حديث معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاول حتى بحث عنه واجبه لكو بكرة عن المتن بتاعه يعني لو عايزين صحته يعني وكان واحد أي لازلته ما تروحيش تزوري أبوك وبعدين سافر وأبوها كان بيموت فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذن علشان أبوها بيموت اي فقال لها انتظري حتى يرجع زوجك هو ما أزللاش بدل زوجها وهو النبي يعني لو أزللها أساسا زوجها هيسمح يعني لكن هو لم يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى على حق الزوج فقال لها انتظري لما زوجك يرجع اشتد على أبوها المرض استأذنت النبي قال لها انتظري لما يرجع زوجي أبوها مات قالت له طب أروح أودعه قال لها انتظري حتى يرجع زوجي أبوها اتدفن وهكذا حتى في الآخر ما النبي بشرها إن أبوها دخل الجنة بطاعتها لزوجها طبعا لأنه هو ده الأصل طيب لكن في رجالة بتعمل ده تعصف ما أنا عايز أقولك كده ما هي ممكن تكون يعني الأب أو الأمة أو الأهالي بيعملوا مشاكل وهم سبب أنا أسفة إن هما بيقلبوا بنتهم على الراجل ما فيه بيحصل كده فقال ليه حق يقول لها ما تروحيش عند أهلك يعني حاول برضو نخلينا برضو عشان أهلها تحاول تستردي زوجها بس أنا بتكلم في نقطة إن هي لازم تنوي من قلبها أنا هتنفذ شرع الله إنها مش هتخرج من بيتها يقول لي بإذن زوجيها ده رقم واحد رقم اتنين خليك منصفة وبصي في المراية أهلك حياتهم إيه بيسخنوك يا الراجل بيقول لك كذا كذا يبقى الرجل عنده حق فلا هدي تشوف زوجها مناعها ليه كمان أه ما هي دي ما هي دي ممكن حتى مش شرطي كله لأ من عصدي لأ هو لازم يكون له سبب قوي آآ 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 يعني أنا أنا شايفاها مش ممكن هتكون إلا إنه ظالم يا أم مظلوم آآ آآ فلو هو مظلوم وإنت عارفة إنه مظلوم وعارفة إن أمك مش طيقه ولا أبوكي بيعمل فيه ولا حد من أهلك بيهينه لازم أنت كمان تغضابي لزوجك لازم ويكون ولائك برضو يعني على علي يحس إنك حسابين إنك حسابين يبقى سعيدها هتعملي إيه هتبتدي تهدي بقى هو أنت معاك حق وهم ما كانش ياجب يعملوا كذا وكذا يبتدي بقى إيه دا فيقولك آآ روح يشوفي أمك بس هيبقى منطمن إنه هم مش هيقلبوكي تاني طيب لكن لو بقى هي عارفة النمو تعسف الأمر بقى هنا يختلف في حاجات كتير وهتبتدي بقى تدور على نمط الشخصية بتاعه عشان تعرف طريقة المدخل التعامل المدخل بتاعه مفتاح عشان تعرف تتعامل معلش يا دفتور إحنا لأخر حاجة أرمون سؤال الحلقة لأن الوقت يجري بينا طيب الهيرمون المسؤول عن الحب يسمى ممكن سؤال الحلقة جماعة الشاشة أيوة الهيرمون المسؤول عن الحب يسمى هيرمون الدوبامين الأدرينارين الأكسيتو هنبعت الإجابات من فضلكم متكاملة 30 إجابة في آخر الشهر ما فيش ولا إجابة نقصة ما فيش إجابة خاطئة وبعد إذنكم الاسم السلاسي الإيميل رقم التليفون صحيح علشان إن شاء الله الجوائز وفي نهاية الشهر هنستقبل كل إجاباتكم كاملة على بعضها إجابة من غير سؤال من فضلكم مش عايزة سينو نجيم يعني عايزة رقم واحد إجابته اتنين مثلا رقم اتنين إجابته كذا بس أرقام بس أرقام بس إن شاء الله وربنا يعني وفق الجميع إحنا جوائز كتير عشر جوائز مش قليلين برضو جوائز قيمة حقيقة وإن شاء الله هيبقى معنا الناس كويسة إذن الله نورتينا وهتوحشينا من هنا البكرة هتكناكي إن شاء الله إن شاء الله ربنا بكرة إن شاء الله في نفس المعاد عنوان جديد وحلقة جديدة وبرضو مع الدكتورة إن شاء الله انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من إيه طيب من كل حاجة هو فيه إيه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص أنا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد السبن أنا مش عاوز أتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة أنت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي أسي دي استشاري أسري ونفسي انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ أيها انت خسرا إيه وأنا متأكد أنك مش هتفكر في الانتحار تاني أصل عمر الانتحار ما كان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزائد اختلافك سر تميزك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة